خلال هذه الأمسية سوق الوعدة السادق هذه الإمبراطورية التي أحدثت ضجة كبيرة في الجزائر خلال العام الماضي ووصلت إلى شفير الهاوية هكذا بعد سقوط رأس هذه الإمبراطورية صالح مولاي يوم أمس في قبضة الأمن الوطني نذكر أن الأمن الوطني ألقى القبض على صالح مولاي هنا في العاصمة ببرج البحري بمنطقة تامنفوست وأين باغتته الشرطة في حين كان ينتظر أحد أصدقائه على كل باقي تفاصيل هذه الواقعة سنحاول لاستكشافها بعد لحظات على كل محكمة سورة الغزان نذكر بالبويرة كانت قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات في حق صالح مولاي صاحب سوق الوعدة السادق لبيع السيارات والمتاجرة كذلك بأمور عقارية أخرى نذكر أن تلفزيون النهار كان قد استضاف في يوم من أيام على ما أتذكر قبل حوالي العام ونصف وحتى عامين صالح مولاي في أوج ازدهار هذا السوق الذي خلف حديث كبير في الجزائر عن طريقة بيعه واشتراه للسيارات وكذلك متاجرته في هذا الشق الهام من التجارة في الجزائر تجارة السيارات على كله نحاول معرفة جديد هذه القضية مع الأستاذ جمال العواري ممثل تنسيقية ضحايا سوق الوعدة السادق مرحبا بك مرة أخرى في تلفزيون النهار كنا استضافناك في يوم من أيام لما طرحتم القضية في العدالة مساء الخير مرحبا بك الله يسلمك مرحبا بك أخي هارون بسم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله نحن مجموعة من ضحايا الوعدة السادق وأنا أتكلم بالنيابة عنها مرحبا أخي هارون طيب نبدأ من الأخير تم البارحة القبض على السيص صالح مولاي أنتم كنتم تتمنوا هذه الخطوة وتحقت هذه الخطوة بفضل مصالح الشرطة يعني أحكينا كيف هتلقيته الخبر التفاصيل هذا الخبر هل صالح مولاي كان مختفي أم أنه كانت معلوماته على مكان اختفاؤه؟ بالمناسبة نحن نشكر السلطة الجزائرية التي ألقت القبض على هذا المجرم الفار ثانيا أذكر بالنسبة للمتهمين الآخرين هم في لواد الفرار ولا يجب أن يكونوا فارين لأن المتهمين الآخرين بمثابة الأياد اليمنى بالنسبة صالح مولاي هو صح المتهم الرئيسي صالح مولاي ولكن له أياد يمنى بمثابة اليمنى يجب عليهم أن يحاكموا كما حكم هذا المجرم طيب هذا الأياد اليمنى التي تتكلم عنها مدرجة في القضية هل تم محاكمتهم أم ليس؟ أكيد أسمائهم مدرجة في القضية مدرجة ومتهمة هم في حالة فرار كذلك وهم كذلك في حالة فرار نعم ونحن نرجو من السلطة لأن لهذا المال مزالوا في أرض الواقع وبأيدي غير آمنة ممكن هذه السيولة التي هي بين أيديهم سيولة عشرة ولايات أم يزيدون أرجو من السلطة أن تلقي القبض على هذه المتهمين كانت عندكم معلومات عن مكان توجد سيد صالح مولاي؟ والله ليست كما يقول لك واره كله كالدبابة سعى هنا سعى هنا سعى هنا نحن نرجو من السلطة أن تلقي القبض على المتهمين الآخرين والضحايا جمعان يطالبون السلطة باسترجاع الأموال المأخودة من طرف الضحايا طيب فيما يخص أعوانه لماذا يزالوا يشتغلوا في السوق أنت قلت أن السوق لا يزال يشتغل بطريقة عادية لا مؤخرا قد أغلق هذا السوق طيب نصل إلى نقطة هامة فيما يخص هذه القضية أنتم الوقت لوضعتوا القضية في العدلة ورفعتم شكوى ضد صالح مولاي كان في ذلك الوقت هو يعدكم أن تسترجعوا أموالكم نعم هذه كلها وعود كاذبة بالنسبة لصالح مولاي وجمعته كان مؤخرا عنده سبعة أشهر أم تمنى أشهر تزعم أنه من يريد أن يسترجع أمواله عن طريق القضاء فهو واهم فأقول له أنت التي وهمت وأخذت أموال الناس بغير حق فأقول أذكر السلطة أن تلقي القبض على المتهمين الآخرين فإن المال تعد ضحايا هم عندهم وأرجو من الله عز وجل أن يرد إلينا ضالتنا طيب فيما يخص القضية التي هي مبرمجة يوم السادس والعشرين أكتوبر إن شاء الله نعلم أن القضاء حكم على صالح مولاي بعشر سنوات وهو في حالة فرار كان حكم غيابي ماذا تأملون من القضاء؟ ماذا تأملون من جلسة السادس والعشرين نوفمبر إن شاء الله؟ هي من الجلسة القادمة بإذن الله هي بالنسبة لمحاكمة صالح مولاي بعشرة سنين سجن نافذة هي قليلة صراحة أنه بالنسبة لشركائه ثلث سنوات سجن نافذة كذلك قليلة أي مجرم تسول له نفسه أن يفعل الأفعيل ثم يحاكم بثلث سنوات سجن ويخرج ويفعل ما يشأ بذلك الأموال ولكن أقول لجميع الضحايا يوم السادس والعشرين يكون هنا حضور في مجلس قضاء البويرة بالنسبة لشكاوه يحضروا وبالنسبة لمشكاوه مرحبا بيهم نعطي لهم إن شاء الله بعض الأمور القانونية التي سيكون المحامي معنا إن شاء الله والله ولي والتوفيق إن شاء الله طيب فيما يخص السوق الوعد السادق الذي تركه هكذا خاويا بعد هروب كل مسيري هذا السوق ما زال فيه سيارات ما زال فيه أموال يعني هذا السوق أنتم سياراتكم لوضعتوها يعني تباعت ما زالت في هذا السوق بأنه تم حجزها من طرف السلطات والله تلك السيارات التي بوعت صراحة أشتريت كلها يعني عقارات أعمال حرة أخرى وهي مدونة ومكتوبة من طرف السلطات المعنية بالنسبة للعقارات ونحن نرجو من القضاء الجزائري أن يجسد في أقرب الآجال على أرض الواقع بالنسبة للعقارات وبالنسبة للسيارات بالنسبة للسيارات فقد بوعت وذهبت سيولتها إلى العقارات في القضاء هل حكم القضاء لكم باسترداد أموالكم؟ وبأي طريقة يعني؟ نعم بطريقة قانونية يعني احنا كلفنا محامي ولله الحمد والمنا الحكم النهائي سيكون يوم ستا عشرين بإذن الله والحضور يجباري على جميع الضحايا الذين استدلوا بشكوايا طيب قبل أن نختم بارك جمال العواري تكلموا على هذه الخطوة التي قمتم بها في الأول نعم هذا السوق الكل والمواطن الجزائري والكل هنا في الجزائر تحدث على هذا السوق اللي كان يتعامل بطريقة نوعا ما بيقى وسين كانت مشبوهة يعني كيف أنتم وضعتم الثقة تاكم في هذا الأشخاص ومنحتوا أموال أو منحتوا سيارات وضعتوا ثقتكم في هذا السوق الوعد الصدق؟ سؤال جميل بارك الله فيك نحن قبل أن نضع الثقة الكاملة في هذه المؤسسة لازم يكون على بالك أخي هارون أن السلطة الجزائرية قد وضعت فيه ثقة وعطت له سجل تجاري يعني معترف به ونحن نتق في الدولة لكن في تلك الفترة كانت فيه تحقيقات حتى أنه أنا أتذكر جيدا مديرية التجارة لذات الولاي البويرة يعني باشرت في تحقيقات على طريقة يعني أو بيع بعض السيارات أو طريقة تعاملات تجارية كانت مشبوهة أو حتى وزارة التجارة أرسلت لجنة لتحقيق على ما أتذكر خلال تلك الفترة كان كلام وكان شبهات حول هذا السوق وفيه الكثير من الجزائريين وضعوا ثقتهم في هذا السوق وهو يستحال أن يفتح سوق سيارات بدون موافقة من السلطة يعني يستحال ذلك نحن طالبنا بطريقة قانونية باسترجاع الأموال وبالنسبة لصالح مولاي قد تم القبض عليه ونحن في القضاء لدينا ثقة كاملة في القضاء نحن لا نريد أي شيء وإنما نريد الاسترجاع الأموال فقط أموال الناس المنهوبة من طرف مؤسس لوعد السادق جمال العواري ممثل تسقي ضحايا الوعد السادق شكرا جزيلا لك على حضوركم شكرا لك شكرا لك أخي هارون بارك لا فيك أخي تواصل